وشعبية الأهل وقمهريت الأول السؤال الأهم شوف طبعا مثل ما تم الإضافة سابقة أنا كنت طبعا مع الأخوان مستشار حسام والأخ محمد الجزار والأستاذ سامة جميع الأخوان العاملين في مصر كنا في تواصل مباشر معهم بالإضافة إلى التواصل مع النادي الأهلي من خلال اللجنة المختصة للتنسيق وكذلك هناك تنسيق ما بين النادي الأهلي والفيفا التذاكر هي تقع تحت إدارة الاتحاد الدولي فيفا ففيه تنسيق مباشر بخصوص الكوتات أو الكميات المخصصة لكل فريق تم طرح التذاكر من فترة طويلة أعتقد المباراة تقريبا حاليا نحن نتكلم في ليلة المباراة على التذاكر النهائية النادي الأهلي أعتقد استلم التذاكر الخاصة فيه الروابط أيضا كذلك تم توزيع التذاكر الخاصة فيهم عملية الشراء اللي قاعدين يشوفها بس للتوضيح ليست فقط من جماهير الأهلي للعلم ترى جماهير الأهلي شعبية كبيرة في قطر ودول الخليط ففيه قبال كبير على التذاكر حاليا نعتقد قبل ما أدخل معاك اللقاء كنت قاعدة تشيك أو أشوف التذاكر المتوفرة حاليا لحد الحين متوفر كمية من التذاكر نتمنى اللي ما حصل على التذاكره يسارع في الحصول عليها يعيش التجربة لأنه ممكن يكون مباراة وتأهل حلم للنادي الأهلي يتواجد معانا يعني لسه في مساحة؟ في مساحة أيضا تم طرح اليوم عدد من التذاكر من قبل الفيفا متواجدة حتى الآن بس للتوضيح وكم ذكره سابقا التذاكر هي تذاكر إلكترونية راح تكون موجودة على التطبيق الخاص في الفيفا فاللي حصل على التذاكره وكان شاري التذاكر من فترة راح يوصله إيميل في رابط التطبيق فنطلب منه ينزل التطبيق وينزل يسوي داونلود للتذاكر الموجود فيه عشان يقدر يستخدمه في الملعب الإيميل اللي استلمته للشراء ليست هو التذاكر التذاكر راح تكون متواجدة في التطبيق فلازم يعمل داونلود للتطبيق الخاص فيفا انتر كونتيننتل ورح يوجد يدخل على اليوزر نين بتاعه والباسور يلقى التذاكر موجودة عنده ومن خلالها ممكن يشاركه أيضا مع أصدقاء وأصحابه دي جوزية مهمة جدا لأن كان قتلك استفسارات كتيرة لكبت الحسن من الجماهير التذاكر قتلهم ورجع التاني أكيد لما بترجع ممكن ما يكونش يكمل إجراءات الحجز صحيح؟ صحيح؟ أو مش يكمل إجراءات الحجز لازم يعمل داونلود للتطبيق نفسه أول حاجة انت شريت التذاكر ووصلك إيميل تأكيد الشراء التذاكر أنه ندفع المبلغ والتذاكر هذه محجوزة يبقى حين استلام التذاكر والاستلام والاستخدام من خلال التطبيق الخاص أنا ممكن حتى أشرح للشباب بعدين تحت الهوى عن التطبيق وكان تناقش مع أخي وسامة وشرحت للتطبيق بشكل جدا سهل تطبيق على الموبايل على الموبايل وتعمل له داونلود ورح تدخل فيه اليوزر واليوزر نيم والباسورد اللي عملت فيه أو شريت التذاكر من الموقع الرسمي للفيفا رح تلقى تذاكرك كلها موجودة بكرة تأخذ موبايلك معه تتوجه للملعب رح يعمل لك اسكان على التذكرة وتتفضل لا يحتاج طباعة التذكرة لا يحتاج طباعة التذكرة ولا أي حاجة خالص الملاحظة الثانية واللي يتمنىها من الجميع لا يوجد منصات لبيع التذاكر غير الموقع الرسمي للفيفا وأيضا لن يوجد نقاط لبيع التذاكر عند الملعب عند الاستاد عند الاستاد لا يوجد فاللي مش حامل تذكرة ولا حاصل على تذكرة فلا يتوجه للملعب لأنه مرح يكون فيه مكان لبيع التذاكر الملعب والعمليات الخاصة فيه فقط لحملة التذاكر فانتمنى من الجميع نزل التطبيق اعمل داونلود للتذاكر بتاعتك وزعها إذا كان عندك أصحابك أصدقائك أهلك تقدر تسوي لها شير كل فرق لي كم تذكرة تقدر تشتري ستة ذاكر تنزل عندك ستة ذاكر تقدر ترسل خمسة وتذكرة رئيسية تتم عندك لك أنت معك لك أنت فمن خلال التطبيق جدا سهل تحتاج إيميل للشخص أنا لو عندي تذكرة الحين برسلها لأستاذ محمد أخذ إيميلك وأعمل كوبي بيست وارسلك التطبيق يوصلك إيميل في رابط التطبيق نزله تعمل يوزر نيم وباسور تلقى التذكرة موجودة عندك تعملها إكسبت وداونلود تلقى تذكرة موجودة ووضوع بسيط وسعب جدا بسيط ولما التعامل معه جدا بسيط وكان هو مستخدم خلال كاس العالم صدقني راح يريح اللي يستخدمه راح يريحه من عملية التذاكر استلام التذاكر تعال خذ تذكرتك أه حبعت لك تذكره فهي شغلانة شوية صعبة يعني لعملية سيستم الاتحاد الدولي صحيح هو نظام الاتحاد الكامل الدولي وللعلم راح يستخدم أيضا في كاس العالم القادم وفي بطولة عنديث العالم القادم عشرين خمسة عشرين في أمريكا دائما هذا التطبيق المعتمد حاليا في نظام الفيفا وأعتقد صراحا من وجهة نظري من خلال العملية في مجال كرة القدم أتوقع خلال الفترة القادمة راح نشوف اختفاء لتذاكر الورقية